. طيب! إحنا محاضرتنا عنها الـ Network Layer من نكمل اللي بدأنا فيه مبارح فكنا نحكي على الـ Network Layer بإنه نكمل اللي بدأنا المحاضرة الماضية في الـ Network Layer طيب! حكيهنا في الـ Introduction كان نيجيون.. حكيهنا في الـ Introduction على الـ Network Layer، شو وظيفته قلنا شو بفرق الNetwork Layer ما هو الفرق بين الNetwork Layer والTransport Layer بالنسبة لهاي الرسمة هون شو كنا نسمي الData Bucket في الTransport شو كنا نسميها في الTCB والUDB كنا نسميها Segments كنا نسميها Segments تمام فهاي السيجمنت اللي حطينا تحتها خط اللي بدي نقولها الNetwork Layer صار إذلها اسم تاني شو صار اسمها Data Gram صار اسمها Data Gram الفرق التاني اللي حكينا في هاي الرسمة إنه هاي الData Gram بتنتقل Through Routers مين بيشوفها بيشوفها الRouters على الطريق As a Data Gram مشيك عشان هيك الRouters حكينا هذول على الطريق ونسميهم Layer Three Devices تمام فهذول Layer 3 Devices مالهم هم الموجودين في الطريق of Network تمام شباب فهذول Layer 3 Devices كلهم فيهم Network Layer طيب حكينا شو الفرق بين الForwarding والRouting يلا بدنا واحد يحكينا اياه على الرسمة هاي شو الفرق بين الForwarding والRouting Forwarding يعني أنا وين هاي نفس الرسمة Router Forwarding اللي هي جوا سيارة بالضبط جوا الRouter تستقللها من A-Port ويبعدها لأي فورت لأي دهاز تمام هاي العملية اسمها forwarding اللي جوا هون هاي F والعملية اللي برا انها الداتا بكت طلعت ووصلت للDestination كاملة هاي اسمها الرouting طيب وحكينا في كل راوتر في forwarding table زي هيك بحكي له هذا الprefix الموجود في الheader من اي انترفيس يبعته واخدنا example على هذا الحكي كمان شوي وقلنا في عنا نوعين من Network Layer نوع بيستخدم Virtual Circuit ونوع بيستخدم Datagram شو الفرق بيناتهم على الرسمة هاي شو الفرق بيناتهم Virtual Circuit والDatagram الATM Asynchronous Transfer Mode مضبوط وشبيه وشبيه في مين وشبيه في مين شبيه في الTCB بأنها Connection Oriented بس هي ما لهاش دخل في الTCB هي شبيه فيه وبتعمل حكيينا Circuit Switching زي هيك حتى ايش حتى الباكيتس اللي تروح يجين الacknowledge من تباحها بأنها وصلت تمام بينما الDatagram اللي هي مرسومة في الرسمة هون شمالها يا عقوب للIP protocol تابعة للIP protocol أيوا الDatagram تابعة للIP protocol بالضبط ودكتورنا بتبعث بس ما بتهتمين زي الUDB تقريبا للإنترنت protocol وهدول التنين ممكن نستخدم معها TCB في الترانسبورد فو هون أو UDP تمام فهي بتبعت datagram وصلوا ولا ما وصلوا ما بهم تمام الآن مين وظيفة يتأكد انهم وصلوا إذا بيستخدم TCB هو اللي بتأكد وإذا بيستخدم UDP مش رح يتأكد وهذا اللي حكينا في data group طيب وهي example حكينا على forwarding table وأخذنا الprefix هذا وهي قلنا من أنوى interface تطلع هذا الprefix لازم نطلع الprefix table ونشوف مين من هذول الprefix match A أو B destination address A أو destination address B تمام فبدأ نعرف أنوى واحد من هذول بيشبه هم عشان عشان إيش نعرف أنو interface يطلع شو يعني interface كما مرة interface يعني router يستقبل من أكتر من interface shake ويرسل على أكتر من interface عشان يكسمو router فهون هذا match أي prefix لغاية هون هاي 1-0 match prefix 0 فهيطلع من interface link 0 أو link interface 0 بينما هذا match مين لهون مين 2 2 لكن لهون match 1 لهون match 2 لهون match 1 فحكينا بناخد المatch الأكبر بس يكون exactly match واخدنا example إذا ما كانش exactly match شو يصير مظبوط وهي الفرق بين datagram وال virtual circuits طيب وبتذكر وقفنا هون what's inside router حكينا عليها مقدمة وقلنا شوفي inside router شوفي inside router حكي لي أي router فيها input ports بارجتكم صور راوتر المحاضر الماضي فيها ما هيك الراوتر بكون شكله وعليه مجموعة من ports اللي بتشبك عليهم انت كوابل تمام وبعض الأحيان وأغلب الأحيان اللي عندكم في البيت هاي كلها ports بورت يا 8 يا 36 حسب قديش حجم الراوتر وعليه أنتنة حتى يشبك ومرات بيكون كمان في gateway إذا بدأ طلع internet أو سوال كل واحد من هذول هو inner port أو outer port تمام يعني أنا ببعث بكت من هون تروح للراوتر الراوتر بيودي لك إياه على الجهاز من هذا البرت ففي عندي مجموعة من input ports و مجموعة من output ports تمام بلس ال switch fabric اللي بدأ تعمل switching هاي تبعتها لهذا الport وهي تبعتها لهذا الport وإذا في بكت جاي من هون تبعتها ل port ثاني وإذا في بكت من هون تبعتها ل port ثانية تمام فهذا اسمه fabric switch أو switching fabric وفي عندي routing processor هذا routing processor يعني إذا قسمها هذا hardware هذا اللي انت بتشتري hardware وهذا software اللي نازل عليه الراوتر اللوكت هدول تبعون زين و orange و أمنية هدول مسميهم لوكت إيش يعني اللوكت يعني الفريموير تبعهم هاي مسميها fw لوكت ما بتقدرش تمحي تكون نازل على ROM read only memory وعشان تمحي بدك يعني تكنيك تأريس الروم هذا flushing الميموري وتنزل firmware جديد وتنزل routing processor أو routing algorithms مختلفة فهذا routing processor اللي بيكون عليه هون إذا نزل تحت هون نكون عليه routing algorithm اللي بدي يستخدم ها كمان شوي منعرف in detail شو هي routing algorithms اللي ممكن يستخدم ها وجزء hardware اللي هوا هذا ports اللي بيكون شابك عليهم UTP كابل عليه RJ45 هاي ال RJ الكبير بتعرفوها تمام وال Wi-Fi هذا كله hardware وال switch fabric هذا كله hardware هاي عبارة عن gates تمام حتى تمرر data وفي buffers كمان رح ناخدها كمان شوي نشوف وين مكانها buffer هون و buffer هون shake وفي link layer حتى يعرف متى يستخدم هذا كله hardware link layer كمان كله هون hardware متى يستخدم link تمام هاي routing algorithm زي rib ospf bgb كلهم algorithms بنستخدمها في routing ورح ناخدها in detail واشي بتحكي هاي input port على سبيل المثال الinput اللي هي هاي هذا الجزء هذا اللي هون هذا رح كبره فرجك ايا وين هون تمام هذا الinput port هاي اول اشي عندنا line termination اللي هي الكليبس هاي اللي بتشبك عليها RJ تمام السوكة هاي الصغيرة البلاستيك اللي بتشبك عليها RJ 45 اللي هي هاي شايف هاي هذا الكابل عليه هاي RJ هاي الRJ اللي بتخيلها في الراوتر هاي بسموه RJ 45 تمام فهذا line termination بيكون هاد اول اشي تمام استرنا ايجا طارق محمد سلك الethernet هذا سلك network تمام فهذا سلك الnet ويرك عليه هاي RJ هاي RJ مسميها RJ 45 هاي RJ هاي اللي بتشبك في الراوتر تمام اشميها هذا 45 دينار اذا بدك ايجا فهذا RJ 45 فهذا بداية ايش الامبوت بورت فانت لما تبعت packet من PC بيكون شابك cable على راوتر هذا simple network مش هيك او ويفي احنا خلنا نفهم الكابل اول بيكون آخر الكابل هذا RJ اللي بتشبك هاردوير كلهم هذول هاردوير فعليا بلاس كون في عندي data link layer ليش لانه هذول بيجوا as a frames فبيجي ال data link بيجمع frames بعمل reassembly frames حتى يرجعها على شكل datagram عشان يشوفها الراوتر ويعرف مين ال destination تباحها تضبوط فهاي ال frames بيجمع ال data link layer وبتأكد انها ترتيبها صحيح جوه frames وبعدين بيحطها في queue ليش لانه ممكن انت تبع data كتير كبير فيجمع sorry ال data gram دعطوا مش طالعة بيجمع ال data gram كلها في الميموري اللي عنده فهذا buffer هذا buffer قبل ما تطلع لين لل switch fabric هذا كله حكينا ال input port فإجت ال data من هون يدخل آخر يش على buffer هون تستنى دورها عشان تروح لل output port تمام بس يجي دورها بتطلع هون بتصير عملية congestion اللي حكينا عنها وهون بصير عملية dropping إذا بكت كبيرة وما في شي لها مكان بد هتروح بال buffer هذا بكون مكان وهون ذكروني احكي كمان عال time to live شو بصير فيها كمان هون time to live اللي أخذناه زمان الكاونتر كمان هون ايش بتموت البكت تمام فهذا أول شي اللي حكينا خلنا نمحي هذا كله عشان نشوف شو مكتوب اصلا في السلايد تمام فهذا is physical layer اللي حكينا عنه line termination اللي هو RG والسوكت تبعتها هذا data link اللي هو ethernet protocol اللي بجمع frames تمام وهاي ال buffer اللي وظيفتها تخزن كل ال data جرام اللي وصليته حتى نعرف anu destination وهون بقارن ال prefix تباحها عشان يعرف port بدأ تطلع هاي data gram وبعملها forwarding فال Fabric switch عطول ايش بعمل forwarding لمن لل output port ال output اللي هو هذا اللي هون فإذا عملنا هيك وحينا كل هذول هذا ال output port اللي بدأ تطلع منه الباكت هو عكس ترتيب ال input port فهذا هايو شرح لك شوف وين شرح لك إذا ننزل فيه لالسلايد التحت هذا لل output port هون ال output port عكس الترتيب يعني عشان أطلع من ال output port أحط ها بال buffer أول اشي تمام نفس الاشي بحط بنفس الترتيب البفر حسب الحجم تبعه طبعا وال router لل buffer تبعه مش كبير عشان الميموري هاي تكون سريعة وهي غالي يعني زي الرام التي تشتريها للبيت فشوف الرام ال 4 جيجا قديش ال router بيكون عليه 4 جيجا أو 16 أو 8 حسب نوع router و ببعث ها لل data link عشان تحجز دور على link عشان تبعث بعدين ببعث ها بال physical layer على الكابل اللي مشبوك عليه line termination هاي اللي مشبوك عليه الكابل التاني من الطرف التاني تمام end تمام فهاي هو ال input port والoutput port الحكيان عنه هاي input port هاي output port هاي input port هاي output port طيب الان ليش البفر فعليا عشان يخزن لانه تذكروا لما اخذنا بالflow control delays واخذنا انه في سرعات مختلفة فممكن يكون الترانسميشن هون 1 gigabit per second تمام bit per second ممكن تكون السرعات ما بين الراوتر 100 megabit per second وممكن تكون هون 500 megabit per second تمام فالسرعات مختلفة عشان هيك البفر يدخزن ال data ويرجع يبعثها كمان البفر في الوظيفة تانية اسمها fragmentation هنعرفها كمان شوي اللي هو يقسم اصلا ال data gram اللي ما بتوصل at the same تمام فهي شوف البكة الحمر هاي دخلت حطها بالبفر بعدين رجع بعتها هاي بعت واحدة منها التانية لسه بالبفر هاي تخزنت بالبفر هون عشان تطلع الزرق نفس راحت على output port هذا الحمر راحت على output port هذا الخضر راحت على output port تمام فهذا بالاختصار وظيفة مين أخونا الراوتر تمام وحكينا الراوتر هو اللي بيصير فيه drop والloss والdelay والcongestion طيب هاي فهمنا ماذا يعني راوتر ماذا يعني virtual sequencing ماذا يعني datagram الآن نحكي عن الانترنت protocol اللي هو بهمنا حكينا الATM protocol ما بهمناش هذا يستخدمون بين الراوتر مع بعض ويستخدمون بال virtual sorry بال telephone circuits احنا بدنا الIP protocol اللي نستخدم الآن في الانترنت اللي هو بعتمد TCP أو UDP بالتransport layer كان عندهم segment هون راحوا وبعتوهم لمين لأخونا الIP protocol الIP protocol اللي هو layer هذا network layer هو part من network layer الIP protocol والnetwork layer مع بعض بدهم يشتغلوا على routing الIP protocol على addressing ويحدد الdatagram format ويعمل handling لأي error ممكن يصير تمام وفي عندي ICMP protocol خاص بالerror signaling عشان أعرف انه صار في error والnetwork layer في router اللي وظيفته يعمل forwarding تمام فالIP هو part من network layer لكن network layer كامل في routing protocol IP protocol ISMP protocol Internet congestion message protocol و forwarding table تخزن كل وين في network layer لأنه هذا network layer إذا أنا جهاز بيكون عندي كل هدول إذا أنا router بكف يكون عندي رouting protocol ISMP forwarding table وفي بعض routers بس بيكون فيها forwarding table تكون switch في وظيفتها تعمل forwarding ومين يأخذ مسؤولية الرouting محطوطة الرouting protocol وهذا software حتى لما طلعنا فوق شوف شو كتبنا هون لما حكينا على fabric سويتش حكينا قبل شوي هون هذا hardware وهذا software حطينا خطيك وقلنا هذا software مظبوط فالrouting process هي أصلا software في الآن routers سموها dns routers آآ dns routers اللي بتنحط بغرفة server بتكون بس وظيفة هاي switch طب مين بعمل routing routing بتعملها انت operating system موجود على server فهذا بكون موجود على server لأن software على server وال IP protocol بيكون من وظيفة server هو يعمل IP addressing بروتوكولات خاصة للaddressing زي DHCP تمام وال ICMP بيكون كمان على server to catch the errors تمام ف fastest routers هدول السريعين جدا اللي بنسميهم fast routers بيكون مفيش فيهم routing protocol مين بسوي routing protocol server dns طيب نيجي نشوف IP datagram format احنا اخذنا TCB segment و Udb segment كيف شكلها الان IP datagram format وصلتني هاي TCB أو Udb segment هاي TCB segment فيها header وفيها data تدخل على IP يصير شكلها هي تضيف لها header شو في هذا الheader واحد فيه IP protocol version وطبعا الheader من هون لعند option هذا الheader الdata هذا هو TCP أو Udb header زائد data تضبوط هذا TCB segment هو Udb header أو TCP header زائد data تضبوط في هذا segment كامل وفي Udb أو TCP موجود هون ها نخطط ه طيب شو فيه عندنا في الheader تبع الIP شو في الIP protocol شو بيضيف أول شي بيضيف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهذا option ستة وورد شو يعني وورد الوورد في data type يعني 32 bits يعني 4 bytes مضبوط فبضيف خمسة في أربعة يعني bytes لأنه هذا option إذا اضافه بصير وقديش ستة في أربعة فبصير 24 bytes تمام فهو بضيف minimum 20 bytes اللي هو الIP header طيب هذول 20 bytes كيف مقسمين مقسمين على النحو التالي 20 bytes البيت الوورد الأولى اللي هي 32 bits أول أربعة bytes منها كيف عرفت أنهم أربعة bytes أنا لأن أحفظ أول أربعة bytes منها أربعة bytes اسم IP protocol virgin number وعندي two types of IP اللي بنستخدم هم إما 4 أو 6 هذول بيمثلهم 0100 أو 0110 هذول الtwo protocols اللي نستخدمهم في IP protocol protocol الفرق بناتهم في IP addresses size واختلف حتى أحكي للdestination أني أنا بستخدم IPv4 أو IPv6 لازم أبعث له أول إشي version of IP protocol اللي أنتو بتستخدموه يعني هاي لو رحنا هلأ على CMD تبعنا هاي أنا CMD عندي رهت على CMD أعملت IP config لتعطي عشان يعطيني بالإدرس تبعي يعطيك two versions واحد هي لد IPv6 سيستبع أكبر بالhexadecimal وال IPv4 فلازم أنت تحكي للإدرس الانو آدرس تستخدم تمام بعدها عندي الheader length هذا الheader قد يش حجمه عشان أعرف في options أو ما في options ويقول له 20 bytes أو 24 bytes فلازم يعرف الheader length عشان يبلش يقرأ ال data بعد ما يخلص الheader length بعدين type of service type of data هاي الموجودة عندك هل هي control ولا هي data في عندي two types of services تمام في عندي service لأنه حكينا ممكن نستخدم IP protocol تمام مع TCP في عندي service الTCB بعملها connection setup في عندي service الTCB بعملها sending data تمام والdata اللي هون قديش يكون حجمها كمان 20 bytes بعملها يحكي له total length للheader plus datagram 40 bytes كله هذا بتحطه في الheader بعدين في عندي identifier حتى أعرف هذا datagram قديش رقمها identifier zero one two زي ما كنا نستخدم sequence number في TCP والEDB هون عندي sequence number هون عندي identifier identifier والidentifier مع الفلاق مع fragment offset اللي رح نجيهم كمان شوي هدول بستخدمهم لعملية اسمها fragmentation reassembly بتذكروهم هدول هلأ رح نحكي عنهم شو هم fragmentation reassembly شوف شو هم fragmentation reassembly لأشرح لك ايام بعدين نكمل الheader تخيل انه عندك انت دا تبدأ تروح راوتر يعني الراوتر تبعك في الجامعة انا اللي عندي سريع اللي عندك او تبع الاس سريع تبع البيت عندك بطيء تبع البيت بطيء تمام عندك تينين في البيت او في الشركة تسترى فما بقدر ابعت the same bandwidth of data تمام تحكينا لكل لكل راوتر لكل لينك ممكن يكون عندي bandwidth مختلف يعني انا ببعت هون على سبيل المثال بقدر ابعت 400 bytes او 4000 bytes هون بقدرش ابعت غير 1500 مثلا كل واحدة ليش لانه اللينك اللينك ما بستحمل غير 1500 فشو بسوي الIP bucket كلها هاي الIP bucket هاي كاملة روح باخدها بقسم الData اللي فيها على ثلاثة وكل جزء من الData بعمل redundant نسخها من الheader وبضيفها عليه فصار عندي fragmentation للIP datagram بدل ما هي واحدة datagram صار الثلاثة datagram كل datagram عليها الData والheader الData والheader الData والheader تمام طيب الان هذول حيروحوا ثروا الNetwork وممكن يروحوا ثروا كمان راوتر هون وكمان طريق من هون لكن at the end حيوصل الDestination ثلاثة datagram لما يوصل الDestination ثلاثة datagram الDestination وظيفته يعمل عملية اسمها reassembly حتى يتمكن من reassembly بدي يعرف مين من هذول الثلاثة datagram كان ترتيبه الأول بالframe بالfragments اللي عملناها ومين التاني ومين التالت فبدو مجموعة من الvaribals اللي هي identifier وflag fragment offset عشان يحكي للlength وفي الفragment هذا اللي عملناه قديش طوله تمام حتى أرجع أجمعهم ويطلعوا صح at the destination فهدول الثلاثة variables اللي نستخدمهم هون نستخدمهم للfragmentation يعني 32 bits هدول للfragmentation هذا الword تمام قاعدية عندي في الheader time to live اللي انتو حفظينه شو time to live مين بحكي لي شو time to live هل هو time ولا شي تاني انه في كل bucket او data gram نبعتها نمح يدول ناخد هاي الرسم وسنشتغل عليها في عندي counter عدد counter هذا العدد بحط فيه قديش عدد الhopes اللي أنا متوقع البكت تاخدها حتى توصل destination يعني على سبيل مثال هون عندي واحد اتنين تلاتة اربعة بحط ماكسمم خمسة تمام طلعت البكت من عندي وصلت للراوتر الاول بنقصه واحد بصير اربعة طلعت للتاني بصير تلاتة طلعت للبعدي بصير اتنين للبعدي بصير واحد الان 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 البكت ضاعت في النتوير وما وصلت اذا صار الـ كاونتر هذا زيرو شو بصير شو بصير يا عقوب بتصير لوصلت بتصير درب للبكت تمام يعني زيك انه بكت لافف النتوير وما فيش حدا ما فيش لها صاحب وعالأغلب وعالأغلب واربط المواضيع ببعض بتذكر لما كان السورس يبعت لدستينايشن بعدين استنى تايم آوت معين اذا ما وصلوا اكناولج من شو بدي يسوي بدي يرجع يبعت عالأغلب التايم توليب هذا هو أقل من ايش من التايم آوت اللي هون يعني على الأغلب قبل ما تخلص الخمسة كاونتر هدول بيكون السندر ما يجيهوش اكناولج منت وراح بعت البكت مرة تانية تمام فهو كاونتر في عدد الهوبس هون هوبس نمبر ليش بيسموه تايم توليب لأنه مرتبط بالتايم آوت اللي بدي يبعت ولأنه هو تايم بالأخير بس أنا ما بعرف تايم أنا بعرف نمبر وفهوبس تمام طيب الابر لير بدي يحكيلي هل عندي تي سي بي ولا يو دي بي وإذا تي سي بي هاي شايف وإذا تي سي بي بقول لك عندك عشرين بايت وفي تي سي بي وعشرين بايت الهيدر فكل البكت تطلع إيش أربعين بايت وإذا يو دي بي بدي يطلع كمان عشرين بايت يو دي بي بس الهو دي بي ممكن تكون أقل أو أكتر و كم عدد البايت اللي بدي يبعث طيب بعدين عندي هيدر تشكسم زي تشكسم تبع اليو دي بي تمام وبعدين عندي آدرس سورس آدرس وآي بي آدرس حتى أعرف مين الدستينايشن تبعي حتى أعرف هون أنا وين بدي أروح بدي أكون عارف مين الآدرس تبعي تمام فعندي سورس آدرس ودستينايشن آدرس طيب أنا وصلت هون هاي الباكت هاي وصلت هون فيها الدستينايشن آدرس رقمه عشرة زيرو زيرو مية وصلت لعشرة زيرو زيرو مية كيف بدي أعرف لأي بورت بدي أروح ما فيه هون جوه التي سي بي سيجمنت أو اليو دي بي سيجمنت هون أنا معرف الدستينايشن بورت بعد ما اعمل Re-Assembly برفعها للترانسبورت لير الترانسبورت لير هو اللي بعرف لأي بورت بدها بتروح والاوبشن زي ما حكينا والداتا اللي اجتني من TCB أو UDP طيب كمان مرة الفراغمنتيشن حكينا وهاي اللي آخر مرة كل راوتر عندي كل انترفيس عندي الها Maximum Transfer Size الها MTU يعني اذا انت بكتيجي من هذا الخط عشان هيك انا بختار Routing Algorithm فيه روت سريع وفيه روت اسرع وفيه روت بطيء شاك فكل لينك اصلا الهه Maximum Transfer فشوفها الامر اللي حط لك يا أوريدي لو فرضنا انه الوريجنال بكت اللي بتطلع من عندك هي 4000 بايت هاي الوريجنال هاي اللي طلعت هايها حجمها 4000 بايت الان هذا اللينك بيحمل 4000 لكن هذا اللينك اللي هون Through the Internet ولا Through the ADSL Network ولا Through any other Network البندوث بحقها أقل ما بيحملش 4000 بايت في البكت الوحدي بيحمل Up to 1500 اللينك التاني هداك بيحمل Up to 1500 يعني 4000 على 1500 يعني بقدر أعمل تنتين ونص shake 1500 و1500 3000 بظل 1000 يعني 1500 و1500 و1000 لكن فعليا هوم الشيك بتأسم هو بتأسم أول إشي إنه 1500 كامل طيب 1500 1500 كامل في عندي 20 بايت للهيدر يعني قدش بدي أحمل من الداتا ماكسما بحده رأحمل من الداتا 1480 واضح نمح هذا كله هو بيحمل 1500 اللينك هذا اللي فوق بيحمل 1500 كامل طيب 1500 كامل ماعندي 20 بايت للهيدر هاي الهيدر هذا اللي فوق هذا من هون لهون حكينا قدش حجمه منهم 20 وإذا فيه option أكتر تمام فال20 بايت هذول راحوا من 1500 ضل بقدر يحمل داتا حجمها 1480 طيب 400 بايت عندي قريدي وصلني بدي أحطهم بدي أعمل Redundant هيدر 20 بايت وأكرر 1480 طيب 1480 كم مرة بدي أبعد 1480 على التغطي 4000 شوف بعت أول مرة 1500 اللي هم العشرين زاد 1480 وبعد تاني مرة كمان 20 زاد 1480 قديش صار المجموع صار المجموع قديش تعرفوش 13000 2960 تقريبا هاي شوف قديش هوا Calculator 3000 بقول لي ماذا 3000 يا حبيبي 3000 40 3000 1400 1480 زاد 1480 من الأصلية 2960 ناقص 4000 قديش ضل ضل 1040 40 تقريبا 1040 1040 1040 ما حبيبي كمان مرة دكتور 20 زاد 20 ما زاد 20 نقول لنا هو ببعت 1500 كامل تقريبا 1500 كامل أصلا أصلا شوف هاي البكت تقريبا هيا نرسمها كمان مرة هون شوف هاي البكت هاي الداتا وهاي الهيدر نزوط هاي الداتا جرام كلها كاملة من هون لهون قديش حجمها 4000 خايت الآن اللينك عندي ما بشيل 4000 بشيل ماكسمم ترانسفير يون يونت 1500 طيب 1500 معناته الداة مع الـ IP هيدر بدي أقسمهم مع ثلاثة أخذ أول شي الـ IP هيدر مع 1480 كمان IP هيدر مع 1480 كمان أخذت هاي من الداة أخذت 2960 كمان ضل من 4000 40 أضيف لها كمان IP هيدر شو رأيك أول لا دكتور نقول لا بس لأنه بصير أكثر آه ما بضيف ليش هاي كمان مرة ركز لآخر مرة شايف كم مراكز شوف لآخر مرة هاي الباكت هاي الداتا جرام وهاي الـ IP هيدر كلها كاملة قديش حجمها 4 4000 يعني الـ Data قديش حجمها هذا 20 Data قديش حجمها 3 980 980 980 الـ 3980 ومع الـ Header هذا اللي عملتله redundant 3 مرات يعني صار كمان 20 وكمان 20 مضبوط بدي أبعتهم في 1500 طيب أخذت العشرين الأولى قديش بدي أخذ من 3980 1480 هاي 1480 قديش ضل كتير بناخد كمان 1480 مع العشرين الثانية هاي العشرين الأولى أخذنا 1480 والعشرين الثانية أخذنا 1480 بيضل عندك 1020 كيف عرفت كالكوليتر كمان وره 3980 ناقص 1480 ناقص كمان 1480 البكت الثانية أخذنا للداتا يساوي 1020 خلصت هيك خلصت فهون أنا ببعث البكت بدي أرجع محي هاي اللي احنا كتبنا هون هون أنا هاي قسمت البكت الداتا جرام الأولى اللينك تباحها 4000 كان الاد تباحها واحد ولا اثنين ولا ثلاثة مش مهم بس إذا كان X بده يضل الاد كلهم X عشان أعرف انه هدول الفراجمنت لنفس الداتا جرام تمام الفراجمنت فلاق هذا واحد يعني ايش يعني واحد يعني الفراجمنت مكتمل وهذا اثنين وهذا واحد يعني مكتمل وهذا zero يعني الفراجمنت مش مكتمل مش كله كامل الأول طوله 1500 حطينا 1500 مع الهدر طبعا لأنه length مع الهدر والتاني 1500 والتالت 1040 كله مع الهدر مين بيحكي لي قديش طول الأوفست اللينكث طبعا مين بيحكي لي قديش أقرأ من هذا الأوفست أو وين أقرأ الأوفست هذا هون بقرأ من zero وبمشي 1500 تمام هون بقرأ من 185 185 إيش هذا الأوفست هو عبارة عن 185 ضرب 8 8 8 بايتس الأوفست بمشي 8 8 8 8 ليش عشان تصير عملية الفragmentation وريأ سيمبلي سريعة بقرأ كل 8 بايتس مع بعض فإذا ضربت هاي كالكولياتور 8 ضرب 185 حيطلع لي قديش 1480 اللي هي الأوفست تبع الداة التاني اللي بدأ أقرأها فلما أرجع أجمعهم الداة اللي موجودة هون بأخدها وببلش أحطها من وين من 1480 في الأوريجين الباكت الأربعة تلا نفس الإشي هون 370 بضربها بتمانية هاي الكالكولياتور كمان موارا 370 ضرب تمانية 2960 خلصت الداتا كلها تبعت الأوفست هذا باجي هون أول داتا من هون بحطها بال 2980 واضح؟ هاي هي عملية الفragmentation وريأسيمبلي عشان هيك بقولك واحد ونصف كي وتقريبا واحد كي تمام قديش زدت عليها زدت عليها 40 بايت بس اللي هي الهيدر هذول تنين لأن أصلا كان محا واحد هيدر خلينا واحد طبعا نغير الأوفست تبعه ونغير اللينكت وكل شي لكن هيدر نفسهم مش رح يتكرر قررناه كمان مرتين تمام فزاد 40 بايت كانت الداة 3980 زائد 20 صارت الداة 3980 زائد 60 بالتلاتة هذول مع بعض يعني عملية بتكبر الرسالة بس مش كتير بتكبرها بالهيدر بس برضو بتكبرها عشان هيك لما يكون النتويرك بطيئة مش إنه والله أنا مش قادر أبعث بكت بس لا هي بطيئة بتجبرني إني أسم البكت تبعتي أو الداة تبعي إلى فرايجمنت فهاي عملية التقسيم وأن أزيد الهيدر كمان هاي بتزيد داتا وبتزيد وقت عشان هيك بقول لك إذا النتويرك تبعت كلها مش نفس السرعة هذا بأدي إلى أنه بطء في الشغل واضح عملية الفراغمنت قبل مكمل يا إخوان شوال طيب هذا الفراغمنت معناته إحنا هيك فهمنا نتويرك لير فهمنا نتويرك لير 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 ماذا في الراوتر ماذا الIP بروتوكول كيف نتعامل مع الفراغمنت والري اسمبلي بل نعرف شغل الوحدة في الIP بروتوكول اللي هو شو الIP address شو يعني IP version 4 شو هذا الIP version 4 طيب الIP addressing هيك شايف هاي الرسمة كل جهاز لينكت ع نتويرك لازم يكون إلو address إذا بده إذا هو حابب إنه يبعت ويستقبل packets من الناس من الموجودين مع النتويرك الآن هدول الديفايس شايف هون لينكت مع بعض على بس توبوليجي هاي يكون في بناتهم سويتش إشي ويكون في راوتر وظيفة الراوتر إنه يشبك أكتر من نتويرك مع بعض تمام يشبك أكتر من نتويرك مع بعض فهذا الراوتر اللي بيشبك أكتر من نتويرك مع بعض بنسميه أحط بعدين بيحط له اسم هون بالأزرق بنسميه بعدين جيتوي ليش؟ لأنه هو مخرج هذا النتويرك ومخرج لهاي النتويرك ومخرج لهاي النتويرك طيب الآن لاحظ أنه كل IP address بتكون من أرقام decimal number بناتهم dots كم رقم بناتهم dots ال IP address بتكون من آي هم مكتبين تحت من أربع أرقام decimal هدول الأربع أرقام هم إنعكاس ل4 bytes يعني إلى 32 bits وكل 8 bits يعني كل 1 byte يعطيني decimal number من 0 إذا كانوا كلهم 0 ل255 كل decimal number ممكن أحط فيه من 0 ل255 من 0 ل255 ليش؟ لأنه هيك هي أصلا هات ناخد قلم رفيع شوي ونحط بالورنج هذا كيف هم من 0 إلى 255 لأنه هم عبارة عن 8 bits فهي 1 2 3 4 5 6 7 8 الآن هدول بالباينري إذا بنحولهم ل decimal إذا بنحولهم ل decimal فالواحد اللي هون هو 2 للقوة 0 والواحد اللي هون هو 2 للقوة 1 الواحد اللي هون هو 2 للقوة 2 الواحد اللي هون هو 2 للقوة 3 الواحد اللي هون هو 2 للقوة 4 الواحد اللي هون هو 2 تنين للقوة خمسة والواحد اللي هون تنين للقوة ستة والواحد اللي هون تنين للقوة سبعة هادول هذا يعني واحد اتنين اربعة اتنين للقوة ثلاثة يعني اربعة باثنين تمانية ستاعش ثيرتي تو بشيك سكستي فور وان اتواني ايت اذا بتجمعهم كلهم واحد زاد اتنين زاد اربعة تحط لهم عملية جمع بطلع الناتج ميتين وخمسة وخمسين تمام فأعلى قيمة انه يكونوا كلهم وانز واقل قيمة انه يكونوا كلهم زيروز تزبوط تمانية زيروز وممكن يكونوا بناتهم هذا زيرو وان وهذا زيرو وان اتساتا فأقل قيمة هي سفر وعلى قيمة قديش ميتين وخمسة وخمسة الان هذا الاي بي ادرس اللي متكون من اربعة ديسيمالز او منسميهم احنا فور اه 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 ديسيمال دوت نوتيشن هو بتمثل الاي بي ادرس بطريقتين يا اما بتكتبه زي هيك وهاي الطريقة الشائعة اللي منسميها ديسيمال دوتت نوتيشن او الطريقة التانية اللي هي الاي بي ادرس فيش طريقة ترتي طبعا هذا الاي بي ادرس هو اصلا لينكت لايش لنيم عشان هيك الدي ان اس بيجيب لك النيم هذا شو الاي بي ادرس تابعه الجهازي انا اسمه هشام اله اي بي ادرس كذا تمام دكتور اول ثلاث ارقام ليش متشبهات دايما مع كل الانسيسي لسه لسه بنحكي احنا هذا اكزامل لسه بنحكي الان هذا الاي بي ادرس عشان يعقوب ما يحكيش بنقسم الى جزئين جزء الاول دي امحي كمان هدول جزء الاول منسميه الاي بي ادرس هو عبارة عن هوست ادرس اللي هو عنوانك انت مين انت وحتى اوصلك بدي كمان قبليها نتورك ادرس فالاي بي ادرس هو جزء من جزئين يعني اذا حكيت لك رقم تليفوني 079356 وحدات تعرف اني انا في اي نتورك مالكو 079353 وحدات فانا في اي نتورك 079 تليفوني 079 زين 077 هاد ايش عطاك عطاك النتورك ادرس تمام نفس الاشي في الاي بي ادرس في عندي نتورك ادرس النتورك ادرس ممكن يكون اول بايت ممكن يكون اول 2 بايت وممكن يكون اول 3 بايت حسب انت شو النيتورك ادرس اللي عندك الان كل ما كبرت النتورك ادرس كل ما قللت عدد الهوست اللي ممكن تكون معك في هاي النتورك يعني اذا النتورك ادرس عندي 3 بايت يعني 24 بايت 3 بايت والهوست ادرس 1 بايت يعني 8 بايت معناته انا عندي عدد نتورك كبير 2 للقوة 24 يعني 9 مليار وشوي وعندي عدد ايش هوست قليل بس 255 هوست بقدر استضيف في كل نتورك لانه الاريجينال اصلا الاريجينال اصلا انه انا عندي كم اي بي ادرس اللي هو 2 للقوة 32 حكناها المحاضر الماضي اللي هو 4 مليار و200 كذا مليون تمام هاي وين الكالكوليتر الكالكوليتر 2 للقوة 32 اي 4 مليار و294 مليون وكذا 900 ألف يعني 4 مليار تقريبا و300 مليون طيب اذا عندي النتورك اي دي تاخد 24 بيت يعني عندي 2 2 للقوة 24 عندي بقدر اصوي 16 مليون نتورك بس لما يكون عندي سكرتنا لما يكون عندي 8 بيت هوست يعني 2 للقوة 8 بس بقدر اصوي 256 جهاز اذا اعتبرنا انه 0s هي address تمام 0s 255 فهو 256 جهاز واضحة ولا مش واضحة بالمكمل الان لاحظ انه الراوتر عليه مجموعة من ال IP addresses لانه الراوتر كم انترفيس له الجهاز عليه انترفيس واحد عليه انترفيس واحد عليه انترفيس واحد لكن الراوتر هون عليه ثلاثة وممكن يكون عليه خمس وممكن يكون عليه ستتعش وممكن يكون عليه ثلاثين تمام وممكن يكون عليه أربعة وستين حسب حجم الراوتر الان الراوتر له اكتر من الانترفيس فرجيتكم صور الراوتر للمحاضرة الماضية تعرفوا الراوتر اللي طلع منها شامية في نص المحاضرة وما رجعش هاي راوتر Chrome router images هاي صور الراوتر هذا اللي عندكم في البيت at least اللي عندكم في البيت زي هذا عليه أربعة ports في هذا اللي منستخدمه في المختبرات عليه 16 في different type of routers في هذا صغير عليه 2 تمام at least هذا اللي عندكم في البيت عليه ثلاثة أو أربعة أو هذا اللي انكسيس عليه ثمانية مثلا different هذا الراوتر زي البيت كمان عليه أربعة هذا عليه 32 juniper router تمام هذور كلهم is routers كل link كل interface بد يكون عليه address ولاحظوا شغلة مهمة لاحظها يا عقوب بس معرفش يوصلنا إياها إنه كل address من هذا الجزء من النتورك شايف هذا نتورك واحدة هاي وهاي نتورك تانية وهاي النتورك التالتة بتشابهوا يعني هون عندي واضح إنه النتورك هي 24 بيت والهوست واحد أو تنين أو تلاتة أو أربعة هون نتورك تانية شايف هاي الرقم تنين والهوست واحد وتسعة واثنين هون نتورك تالتة بتشابهوا في النتورك هاي نتورك ووالهوست مختلف معناته استنتجنا إشي مهم وخطير يا عقوب إنه إذا بدك أجهزة تحكي مع بعض شو لازم يتشابه عندهم تحطها بالأحمر شو لازم يتشابه عندهم النتورك 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 عشان هيك هذول زي بعض يا عقوب عشان هيك هذا 223 واحد واحد بيحكي مع هذا 223 واحد واحد بيحكي مع هذا الهوست مختلف عشان أعرف مين أنا فأنا جهازي بيحكيش مع الجهاز تاني في الجامعة الأردنية أو الجامعة العلوم التطبيقية أو أي جامعة تاني ليش؟ لأنه أنا on a different network هذول different network هذا بيحكي مع هذا بس بقدرش يحكي مع هذا يعني هذا لينك يحكي مع هذا ما بقدر إلا من خلال مين الـ gateway تبعته عشان هيك اسمها gateway الـ router بيستخبل البكت من هون بيبعدتها على outer port هذا وبتوصل للـ device اللي فور واضح؟ تمام؟ بيكفي هون as introduction الـ network قبل ما نحكي على الـ subnet المحاضر الجاي في القاعة يوم الأحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر